السلام عليكم محاضرة جديدة من كورس سوفتوير انجينيرينج 2. النهاردة او المحاضرة الرابعة في الكورس بتاعنا واللي هتكلم فيها عن الديفوبس. حابب انوه ان الكونسيبت بتاع الديفوبس. اه كنت اتكلمت عنه في كورس اه عملناها قبل كده لو هو سوفتوير انجينيرينج او سوري. ما نرسل سانت دزايين وان. واللي هتلاقيه طالع في الاي اللي فوق. اه اتاكد ان انت شفت الفيديو قبل ما تشوف الفيديو ده. لان ده هيكمل على اللي قبله. يعني الفيديو اللي انا بقول لك عليه ده تقريبا عشر دقايق فاشوفوا الاول قبل ما تيجي. طيب. اه سريعا هو الديفوبس مفروض ان هو اختصار او دمج ما بين اه اكتين رئيسيتين اللي هما الديفوليبرز والاوبريشنز. الديف وابس. طبعا احنا عارفين ان الديفوليبرز بيكونوا اه يعني معروفين اهتماماتهم بتكون اكتر بالكود والفليكسابيليتي وزي ما انا زي ما تكلمنا بقى في الاسكرام والاجائل وان هما بيهتموا جدا بالشينج اللي بيحصل من عند الكاستمر وان هما دايما يحققوا آآ رضع العميل وان دايما الشينج اللي الكاستمر بيعملوا او حتى اي بقى آآ فاكتور بيحصل ان هو بيأثر على البروجيكت لازم احنا نكون فليكسابل ونقدابت على الاتشينج ده فدي اهتمامات الديفوليبرز. كمان الاوبريشنز او تيم الاوبريشن ليه اهتمامات برضو. زي ان هو بيمينتين السيستم آآ بيتأكد ان السيستم او الكود اللي احنا كتبناه او البروجيكت بتاعنا استابل مع كل التغيرات. يعني لما انا عملت تغيير الموضوع ده ما ضربش في حتة. ما اقللش البرفورمنس بتاعي. ما بوضش حاجة معينة. السيرفر زي ما هو شغال. المسلا بتاعت الديتابيز ما هو اقعدش. هما مهمتهم حاجة زي كده. كمان بيمانجوا الديبلويمينت. الديبلويمينت ان انا ابدأ ان انا اطلع من او من البروجيكت بتاعي. اه فهم برضو مسؤولين عن الكلام ده. وكمان بيهتموا بالباك اوبس انه دايما يبقى عندي باك اوب من السيستم بتاعي. فدي اهتمامات التيم الاوبريشن. طب الديفوبس بقى مفروض ان هو عملين? مفروض ان هو دمج ما بين الديبلويمبرز والاوبريشنز. فبقى الاتنين مع بعض في سايكل واحدة. برضو زي ما انا قلت في الفيديو اللي هو كنت بقولكوا شوفوه. ان كان فيه جاب او كان فيه مساحة كبيرة او فيه فراغ كبير ما بين الكلينت والديبلويمبرز واللي حل الجاب دي هي الاجيل. الاجيل او الاسكرام بدأت ان هي تقلل الجاب اللي كانت ما بين الكاستمر او الكلينت والديبلويمبر. كذلك فيه جاب كبيرة ما بين الديبلويمبرز والاوبريشنز او الابريشن تيم. فاللي قللت الجاب دي هي الديفوبس. بشكل بسيط جدا يعني للمحاضرة ان شاء الله تبقى جميلة ايه. طيب ايه البينيفيتس اللي احنا اخدناها بقى من الديفوبس? اول حاجة اللي سبيد. فبص برضو اللي انت هتلاحظه من البينيفيتس دي. ان هي اجمالا احنا جبنا الفوايد بتاعة الاجيل والفوايد اللي موجودة او اللي او اللي او اللي عايزين ان هما يوصلوا لها. وبدا ان احنا ندمج اللي اتنين ببعض. فاطلع لنا بنيفيتس للديفوبس. فالديفوبس هم اخترعش حاجة جديدة على قد ما هو يعني عمل طريقة نانتجريد بيها الديفوليبرز مع او الابريشنز. او الابريشن تيم. فاول بقى موجودة عندنا واول فايدة هي الاسبيد. وهنا انا ما قصدش الاسبيد سرعة التوصيل البروجيكت او كزا لا مش ده قصدي دلوقتي. الاسبيد هنا انا قصد سرعة في التكيف مع اي تشينجي يحصل. وليه كانت صفة من صفات الاجائر. فبقت دلوقتي موجودة كمان في الديفوبس ان ايه بقت مش بس انا سريع في ان انا ادبت او ان انا تكيف مع اي تشينجي يحصل من اليوزر. لا كمان الابريشن تيم بقى سريع معايا بنفس المنهج مش هو متعطل وانا كديفوليبر شغال يعني. تاني حاجة الرابيد هي دي سرعة التوصيل ان انا هنشوف كمان شوائن من البرينسبلز بتاعة الديفوبس ان هو يكون فيه اوتوميشن او السايكل دايما شغالة ما فيش ما بنقافش ابدا. فده طبعا بيساعد على ان احنا ناخد فيدباك بشكل اسرع وان احنا نوصل يعني نطلع او نطلع من البروجيكت بتاعنا بشكل اسرع. طبعا الريابيليتي لان طبعا لما الديفوليبرز بيتحدوا مع الابريشن تيم ده بيحسن الريابيليتي بتاعة البروجيكت بتاعنا عموما او البروجيكت بتاعنا عموما بيقلل الاررز اللي فيه وبيخلي الاعتمادية عليه اعلى. الاسكيل طبعا بدأت ان انا اتفرغ يعني برضو بنفس المنطق لما الابريشن تيم اتحد مع الديفوليبرز تيم وبقى في بقاش في جاب ما بينهم ما بقاش فيه وقت ضايع فبقى الاسكابيليتي او ان انا اقدر ان انا اتوسع في البروجيكت بتاعي ده بقى الموضوع اسهل كتير دلوقتي طبعا حتة برضو مهمة ان انا بقى في عندي سواء الابريشن ما بيني انا واللي هو ما بين الديفوليبرز والابريشن تيم او ما بين البروجيكت كله بقى والكلينت مش بس الديفوليبر والكلينت لا البروجيكت كله بقى بيتعامل مع الكلينت وبيادابت على الاتشينج بتاعته اخيرا السيكوريتي كل دي بنيفتس للديفوبز وانا مش مهمة عندي ان انت تبقى حافظ او فاهم بس البينيفتس دي لقى انت افهم عموما الديفوبز بيعمل ايه وانت هتطلع بنيفتس تانية لان انت البينيفتس دي متغيرة من موقع للتاني من سلايدز للتانية الموضوع متغير يعني فهو مش مفهوم او مش بوينس واحد اتنين تلاتة على قد ما انت تبقى فاهم الكونسبت بشكل عام وهتبقى فاهم انا بتكلم في ايه الموضوع بسيطان طيب هنروح للديفوبز آآ لايف سايكل واللي بتكلم فيها هنا بقى ازاي? احنا هنا هنخش بقى في تفاصيل اكتر عن الديفوبز ان انا عملا اقول ان الديفوبز آآ بدأ ان هو يعمل قوي ما بين الديفولبرز والاوبريشنز وان هو البروجيكت كله بقى بيادابت على بتاعت اليوزر وبيلسن على الفيدباك بتاعته آآ كل ده كلام نظري انا عملا اقوله ازاي بقى احنا عايزين نشوف الكلام ده بشكل عملي او ندخل اكتر في السايكل بقى بتاعت الديفوبز عشان نفهم الكلام ده بيحصل ازاي? فمن اول دي لحد اخر سلايد هنبدأ ان احنا نتكلم بالتفصيل شوية. عن الديفوبز وهنبدأ دلوقتي بالديفوبز آآUT فاحنا دي عادي جدا زي الليف سايكل بتاعت بالاسبسيكيشن وبنتهي عند متين وكمن لما شوفنا اللايف سايكل بتاعت الاسكرام وهكزا نفس الفكرة للايف سايكل طيب اليف سايكل بتاعت الديفوبز هتلاقيها مزيج ما بين السايكل بتاعة والسايكل بتاعة وده هنشوفه كمان يعني الاصطلاق ده اللي جاي هنشوفه في جراف كرا هيوضح الدنيا مش هزاي فاحنا بنبدأ بالكود بنبدأ نكتب الكود طبعا هنا مجازا بنقول كود ولكن انت هنا مش بتبدأ فعلا بالكود على طول انت هنا بتبدأ بالسبيسفيكيشن عادي نفس السايكل اللي احنا عارفينها يعني مش بتبدأ على طول بالكود ولكن بنقول هنا مجازا يعني تبدأ بالكود بتكتب الكود عادي على اي بلاتفور بعد كده بنعمل build الbuild ده انت دولاته انت بتكتب كود كل ما تيجي تكتب كود بتكون function او بتكون feature جديدة كل feature جديدة او كل function او كل كود ليه معنا او اقدر اقول ان هو حاجة كده لها فايدة بنبدأ نعمل بها حاجة اسمها build فالbuild هو version من البروجرام اقدر او فيه feature جديدة طلعت فبعمل لها ايه بعمل build للبروجرام كله فبالتالي او بعرف او بقول ان انا دلوقتي فيه عندي feature جديدة طيب بعد ما عملت build بابدأ ان انا اعمل test بتست الحاجات اللي انا خلصتها الفونكشن اللي انا خلصتها بابدأ اعمل لها test automated لان زي ما قلنا devops بيهتم جدا بموضوع automation ان كل حاجة يكون automated يعني او بتتعمل لوحدة فبنبدأ نعمل testing بعد ما عمل testing بنبدأ نجمع كزا build من اللي انا بقول عليها كل build ممكن تكون function ممكن تكون feature نجمع كل الحاجات اللي شبه بعض اللي ممكن نقول عليها نا تنفع تبقى release release ده بقى اللي هو اللي هيطلع للناس يعني ساي مسلا ان انا عايز اعمل feature بتاعة stories فالstories دي انا هبدأ اقصرها لكزا task كل task من دي تعتبر build مثلا مش عارف مش حضرني example قوي يعني جوه ولكن كل feature او كل subtask من من ال task الكبيرة اللي هي story تعتبر build بابدأ اجمع كل الbuilds دي لحد لما اقول ان خلاص كده feature اللي story عندي بقى الجهز فابدأ اعمل بيها release فان الbuilds are managed planned and controlled before ان انا ايه هعمل deployment بعد ما كونت release ديس ما عملت لهاش deploy المرحلة اللي بعد كده على طول بابدأ ان انا اعمل deploy deploy يعني انا فعليا خد ال version اللي جاهز عندي من ال project اللي هو دلوقتي بقى فيه ال story وبارفعه على السيرفرز بتاعتي فبقى online خلاص الناس دلوقتي تقدر تستخدمه ودي تنقلنا للمرحلة اللي بعد كده اللي هي operate بابدأ ان انا خلاص ادي ال version ده للي users in real world وابدأ اشوف ال scenarios بقى اللي ال client هيعملوه فانا هنا في المرحلة دي بدأت ان انا operate او بدأت ان انا شغل فعليا ال project بال version الحالي اللي هو الجديد الحاجة اللي قبل الاخيرة بابدأ ان انا monitor ابدأ ان انا اشوف ولاحظ وورائب التغيرات وال feedback اللي بتيجي من ال users وهما بيستخدموا ال app بتاعي في مرحلة operate فانا في monitor بابدأ ان انا ابص على performance بتاعي وورائب ال users ازاي بيستخدموا ال app بتاعي لو في اي مشاكل. بدأ اجمع المشاكل دي كلها في مرحلة البلان علشان اعمل بيها تسكس جديدة تروح تاني للكود وهكذا. وال cycle دي تفضل شغال. الموضوع الكلام النظر اعارف بيبقى رخم فهنا الدنيا اسهل كتير. هتلاقي ان الجزء على الشمال هو المسؤول عن او دي life cycle بتاعت. والجزء العاليمين هو life cycle بتاعت. وكل cycle دي هي ال devops. ولاحظ ان هي شبه ال infinity. ودي لها علامة هن ايه? هنقشها في اللي جاي. فزي ما قلنا احنا بنبدأ هنا بال code. خلاص دول كده كلهم متصلين ببعض. ال dev متصل بال ops. فانا عندي بابدأ بال code بعد كده ال build بعد كده التست. بعد كده بجمع ال releases وهنا بقى تيجي نقطة ال 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 الربط ما بين ال developers و ال operations. ببدأ ان انا هنا جمع releases وبعد كده امعامل deploy و operate و monitor بعد كده plan. هنا تاني بقى فيه integration لان اللي بيعمل plan ال اتنين مع بعض. مش ده الواحد ولا ده الواحد. واللي بيعمل release برضو ال اتنين مع بعض. ال developers بيبتدوا يسلموا الكود لل team بتاع ال operations وال operations بيبدأ ياخد الكود هنا ويعمل له deploy. فعامتوا ازاي? وهكذا السايكل دي تفضل ايه شغالة دي. طيب في حاجة عندنا اسمها devops stages. فبدأ ان هو يقسم ازاي خلينا نقول principles او كده لل steps بتاعت ال devops. فال plan وال code بقى عندنا continuous development. ميكسنس يعني ان ال plan وال code هما الاتنين مع بعض يعتبروا development. continuous دي هتلاقي موجودة في كل حتة لان زي ما قلت انا هنا قلت لكم ان علامة دي مش من فراغ هو الفكرة كلها ان انا في ال devops بحاول على قد مقدر ان ال app بتاعي يكون او السايكل بتاعت دي تكون شغالة دايما ما بتقفش ابدا. لان ده وطبيعا ان هي تبضل شغالة لان الوقت اللي ال operation فيه شغال او ال devops او كل حتة. continuous development. continuous testing في ال build وال test. continuous integration. continuous monitor. طبعا كل واحدة هنتكلم عنها بالتفصيل. فاول حاجة development. ان احنا الفكرة هنا ان يكون في development بشكل مستمر بدون طاقف. آآ ما نكونش ان احنا مقسمين ال project بتاعنا آآ لعدة آآ ما نبقاش شغالين water full يعني. لكن انا شغالين اجايل. في ال water full احنا بنبدأ ان احنا نقسم ال requirement الوحدها ومش عارف ايه الوحدها وكل cycle لوحدها وصوري كل كل phase لوحدها. لأ انا هنا بقول continuous development انا افضل شغال دايما من غير ما افقه او اقسم اللفت ال software life cycle بتاعتي لعدة parts. لأ انا هفضل شغال دايما واللي بيساعدني ان انا اعمل كده ال get آآ ال get عادي ال get اللي احنا عارفانها دي. بتبدأ ان ايات integrate كل التيم مع بعضه بحس ان احنا كلنا نكون دايما بنكتب code مفيش حد آآ بيكتب code وبعد كده يستنى آآ علشان زميله مثلا انا هيكتب دلوقتي فهو لازم يستنى والشغلة ده لأ كلنا بنكتب code مع بعض ودايما مستمرين وشغالين لكن انا شغالين agile مش water full. طيب. تاني حاجة ال integration وهنا اقصد بال integration اقصد ان انا integrate الكود اللي آآ كان موجود already ال existing code بالكود الجديد. يعني بال release الجديدة انا دلوقتي عندي مثلا لو انا بعمل instagram فانا عندي الفيتشر بتاعة البوستس موجودة زي ما هي وعايز اضيف عليها الفيتشر بتاعة ال stories. فمفروض ان انا اعمل ده بشكل مستمر من غير ما يكون في اي تقطيع وبشكل آآ ثالث جدا. واللي بساعدني على ده تول اسمها جونكنز. ودي اللي موجودة في مرحلة ايه بقى? المرحلة اللي هي بتاعة ال integration اللي هي كان فيها release اللي هي المرحلة اللي كانت في النص دي. اللي فيها release وفيها planning. المرحلة دي هي اللي بتكون بتكون مسؤولة فيها آآ عن ان احنا نركب الكود القديم بالكود آآ الجديد بدون اي مشاكل واللي بيكونوا مسؤولين في الحتة دي. هم ال 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 الاتنين مع بعض علشان نتأكد ان مافيش اي مشاكل من اي ناحية. طبعا برضو موضوع تسنج نكون دايما بنعمل. التست على ال على اللي بتطلع. واخيرا كمان اقول حاجة fastest anál ec thing in a monitor ان انا اكون دايما بتابع الابليكيشن برفورمنس وده اللي احنا رسا متكلمين عليه وديتكت اي مشاكل تطلع واي بوكز تطلع وابدأ ان انا اكتبها في مكان ما علشان ابلان بعد كرة اللي انا مرحلة الاخيرة ان انا مفروض بعد كرة بابدأ ابلان واقول اه احط تسكات جديدة بناء على البوكز اللي طلعت اخر حاجة ان انا دايما اكون بعمل بشكل مستمر اه زي ما احنا عارفنا ان احنا دايما يكون في جديدة بتطلع من الستيجنج للبروداكشن هي اللي هي جاهزة ان هي تطلع للبروداكشن عمال اجمع اه في مثلا اللي احنا شغالين على على جيت هوب بابدأ اجمع كزا بلد زي ما قلت او كزا دلوقتي في وبعد كده بتاعة تستنج بدأ ان هو يتست وانص ان انا خلاص متأكد ان الفرجن ده جاهز ان هو يطلع بابدأ ان انا اعمل له وابدأ اعمل له بعد كده واروح للبروداكشن يعني خلاص كده راح في مرحلة والناس جاهزة ان هي تستخدمها او الناس دلوقتي بتستخدمه فبرضو بنقول ان احنا موضوع ده ده يكون دايما بيحصل بشكل مستمر بدون توقف. اخر حاجة دي كانت كده من جيت لابس اه او من جيت لاب كان مديني فور برينسبل سكرة رئيسية للديفوبس هتكون بتلخص كل المحاولة. فاول حاجة بيقول لك ودي اهم حاجة ومن الحاجات المهمة جدا في زي ما قلت حتى من علامتها من علامة طبعا غير ان هو بيعمل اه ما بين الديفولبرز هو كمان بيساعد ان دايما يكون الموضوع اه اوتوميشن او اوتوميتد شغال دايما السايكل شغالة دايما الديفولبرز مش عطلانين على ولا الاوبريشن عطلانين على الديفولبرز في نفس الوقت اه برضو مش متضايق فالدنيا كلها شغالة بشكل اه فده اللي هنا بيقوله ان هو بيانكلود في التستنج والبلد والريليزز وكل الحاجات اللي تخلينا اه نقلل الوقت الضايع او المشاكل ونقلل كمان الهيومن ارر ان انا مسلا في بعمل اوتوميشن تيستنج بدل المانيوال تيستنج اه بعمل ديبلوي احاول اعمل ديبلوي بشكل اه اوتوميتد برضو بدل ما يكون شخص هو اللي بيعمل كل مرة اه ديبلوي وهكام كسر تاني حاجة اه والكمميليكيشن بيقول مع ايه يعني بيقولك ان بص الجملة دي بيقول اه اه اوتوميشن بيقولك ان الديفوبس تيم الجيد بيكون عنده اوتوميشن ولكن جريت ديبوبس تيم بيكون قادر انه يكون عنده اوتوميشن وفي نفس الوقت فيه اه اه افراد ايه اه افراد التيم وبعضها مش عشان احنا كل حاجة اوتوميتد فيكون كل تيم لوحده وما فيش لان ده كده بيتعارض مع بتاعة الاجيل والسكرام. فاحنا في الاخر هو مزيج ما بين هو ما اخترعش حاجة جديدة لانه هو مزيج ما بين الاجيل او مزيج ما بين والاوبريشن فلازم كمان ناخد بتاعة الاجيل زي ما هي. وان انا اقلل دايما الوقت الضايع. الحتة دي تكلمنا عنها اكتر من مرة. كمان ان انا بفوكس على وفي نفس الوقت على فيدباك. فبيقول ان انا مع اللي هيكون موجود في بدأ يكون الضغط عليه اقل شوية فبدأ ان هو او بقى عنده الوقت ان هو يركز اكتر مع ويركز اكتر مع احتياجات ويلبيها ويشوف الموجودة ويصلحها. ده يكون لانه خلاص ما بقاش مركز مع حاجات كان الاول بيعملها. دلوقتي مع مساعدة الموضوع بقى اسهل كتير لانه بقى بشكل كبير جدا. انا كده خلصت اه بشكركم جدا وارب المحاضرة تكون خفيفة وبسيطة. شكرا جدا.